يعني نور أنا وياكي وقات دائما منكم بحديث عن بعض الأشخاص اللي نحنا منسميهم سلبيين ومزعجين ومنحب دائما أنهم بعيد عنهم هنا اللي بيشتكوا دائما بكل الحالات نحنا منقلوا نق بكل الأحوال أشخاص سلبيين اللي عم يمتصوا طاقتنا يمكن وبيأسروا علينا بشكل سلبي مثل ما عم نقول دائما أنه أكيد الظروف ما نسهلي على حدا لكن في بعض الأشخاص بيأخذوا الطاقة الحلوة الطاقة الإيجابية أي شيء وأي نقطة بيضة بيحاولوا أنه يستفيدوا منها ويكملوا نهارا على أساسها العكس مع الأشخاص السلبيين اللي بيحاولوا دائما يلاقوا العقبات ويدوروا حتى على العقبات وهيك يمكن بيأسروا علينا رح نحكي أكثر بهذا الموضوع وكيف نقدر نتفادى الاختلاط بهذول الأشخاص أو حتى نبتعد عن طاقتهم السلبية مع ديما سليمان اختصاص موارد بشرية يسعد صباحه؟ صباح النور يسعد صباحكم جميعا صباح طال الإيجابية صباح طال الإيجابية دائما صباح الحب والطاقة الإيجابية بالبداية قبل ما نحكي عن الأشخاص السلبيين خلينا نعرف الشخص السلبي هل هو شخص سيء ولا هو طبع؟ ولا بل نطلق الظروف بصائرة هيك فالكل صائر نقم هلأ هو السؤال مقسم لشأين إنه هو سيء فهو مو سيء هو الإنسان نحنا بيخلق بفطرته يعني الطفل بيخلق بفطرته هو شخص أصلا سعيد يعني شوف الطفل بيحب كل شي بيكون سعيد بكل شي مستمتع بكل شي لكن في شيء كتير مهم إنه أول سبع سنين بحياة الطفل هي أهم وأخطر سبع سنين وهذا دائما نقول لهم يا للأهل كيف يبرمجوا الأهل بهذه السبع سنين حدا سعيد ومستمتع بس الأهل بيبلشوا مثلا موضوع المشاكل موضوع النقمن كل شي الإخناقات العائلية فهو أصلا مثل ما إنه ما بيعرف شي عن الحياة بس نظرته للحياة أخده من وين؟ من أهله كيف الأهل عم بيقولوله هو أخده فهو تبرمج بأول سبع سنين لهيك ومانه سيء سويت برمج من أهله وأهله تبرمجه من اللي قابله صار أسلوب حيات صار أسلوب حياته عندما تكمن مسؤوليته لما يكبره بيوعه وبيعرف أنه هو قادر يغير هذا الشي فهو هون بتكون مسؤوليته ممكن هو قبل ما يعرف بينقل الطبيعة بيحكي كل شي سلبي للطبيعة بس أنت عرفت أنه أنت قادر تغير فهون صارت مسؤوليتك أما هلأ فينا بقى هلأ نحكي للشق الثاني مين هو الشخص السلبي لأ دائما بسلتي بأشخاص بيقولولي أنه أنا حوالي أشخاص سلبيين أنا حوالي أشخاص سلبيين فبقعد ما هو عشر دائما بيكتشف أنه هو نفس السلبي ها ها ما يشوف حاله هاي المشكلة هاي المشكلة هاي المشكلة فهلأ اللي عم بيسمعني أنا رح أقلكون نقاط إذا كان في عندك نقطتين من هالنقاط على الأقل فعرف أنه أنت أصلا شخص سلبي شوفي نوره وطبئيون عليّ تمام فإنشان ما حدا يحكم على الآخر أنت بالأول انتبهي على حالك إذا تملك منه أول شي هو شخص ينقق كثير يعني ممكن هلأ نحنا قاعدين يقلك هاي زعجتني هاي الشغلة زحية لا هاي ما عجبتني الطابلة هون بتلاقيه ينقب الحياة كل شي يعني تكوني قاعدين معه مبسوطين مثلا بمطعم ممكن تلاقيه يلاقي شغلة صغيرة حنق عليها هو المشكلة بيشوف يمكن الجانب السلبي من كل شي يعني ما بيشوفه نص كاسي المليان الفاضي لا الفاضي هلأ تالي شي هو شخص بيغضب كثير يعني إذا مثلا حكيتي كلمة ممكن تلاقيه يغضب بردة فعل حتى لو كانت عادية هو هذا هو الشخص السلبي يعني ممكن موضوع يكون كتير بسيط هلأ تشوفي اثنين بالشارع وتلاقيه مثلا ممكن صار في بين السيارتين هيك لا هي السيارة الضررت ولا هي بس بينزلوا بيضربوا بعضهم بأنه ما في ولا سيارة الضررت بس الشخص السلبي شخص بيغضب فورا بيعمر ردات فعل هلأ هاي تاني نقطة مشوان احنا الناس تسجلنوا تعرف از هي بتملك منهم او لا هلأ الثالث شي هو شخص بيجادل يعني ممكن يفوت معك بنقاش هؤلاء المتعبين جدا ساعة كاملة ممكن يفوت معك بنقاش بموضوع يعني لا له طعمة ولا اي شي بس بجادلك يعني هو خليه حلل مثلا طبيا باي شي بيعود له الصبح وهو مالو علاقات بكل شي بيجادلك بكل شي بأي موضوع ممكن يجادلك فيه وياخد ساعات هون نحنا هلأ منقول فكرة كيف انت تحمي حالك هلأ هاي شغلة ثالثة هلأ كمان مشارت هوا حدا بيحب يلعب دور الضحية يعني كلما تقعد معه ممكن يقلك اهلي السبب ما نجحت رفقاتي السبب ما نجحت المجتمع السبب المدير السبب كل شي بالحياة هو السبب الا هو هو ما علي شي يعني هذا هو الشخص السلبي كمان في منوع من الأشخاص السلبين هوا اللي حدا بيحب دراما يعني اذا قلتيلو شعراتك ما حلوين مثلا نفطل لك شعراتك ما حلوين هي كلمة ونقالت شخص السلبي كتير بس الشخص السلبي بيظل يفكر بقى نص نهار بيقول ايوأ وبيعملها دراما وبيضايا وبيحلل معنون تكون ايوأي لتيا من ناحية مثلا انه عم تقلي له ايو نصيحة او ممكن بيلبق لك هذا الشي تاني او ممكن تقلي له كلمة بسيطة بيحملها تاخد معهم بيحب الدراما بيعيش فيها بيحب فإذا كنتوا عم تسمعوني هلا إذا حدا بيملك نقطين على الأقل فأنت سلبي فما تحكم على الآخر انه سلبي يعني ابداء من نفسك بالأول بس ديما كمان يعني ما فينا ننكر بعض الأشخاص السلبيين ممكن تكون علاقتهم قريبة مننا كتير لدرجة القربة نحنا ما فينا نلغي التواصل معهم بشكل نهائي نحنا مضطرين اوقات بيكونوا زملاء بالعمل نحنا مضطرين نحتكفيهم يوميا ونشتغل معهم فنحنا ما منقدر اوقات بيكونوا اشخاص عزيزين علينا اخ او اخت او غيرهم فنحنا كيف منقدر نتعامل معهم وبحكم ما حبتنا انهم نفهمهم او نغير شوي من اسلوب حياتهم نحنا دائما التعامل مع اشخاص السلبيين في اكتر من قطة في اشخاص بنقدر نحنا نستغنى عنهم حيان بيكون صديق هلأ في ناس لك صديقي وكذا بس اذا انت عندك صديق وانت عم تشتغل على مستقبلك وعم بيشدك لورا يعني انت عم بتعمل الخطوة وعم بيحط لك العصي بالدوليب وما حتنجح وما حيمشي معك تتركوا لهذا الصديق وعم بيشدك لورا بالنسبة لي انا دائما بقولون انا اذا الصديق هيك انا بقدر اتخلى عنهم لانه بالنهاية مستقبل يهم هاي نقطة هلأ في بقى نقطة تانية الى انت تطري تتعامل معهم مثلا الاهل انت ما تستطيع تتخلى عنهم صح؟ بس في طريقة انك تتعامل معهم اول شي مثلا موضوع الاهل ادام بقولون لا تفوتوا بجدال ونقاش مع الاهل بموضوع انتو بتعرفوا رأيون فيه يعني عرفتي انت لما بتكوني هو بلي ناقشك بموضوع انت تفوتي معهم بنيقاش ما هتوصلوا لحل فدائما تخففوا وانت ما هتقتل تتركي اهلك او تقتل تطلعي من البيت بس خففي نقاش مية بالمية بس خففي نقاش معهم يعني خففي انك تفوتي معهم بنيقاشات عندك غرفتك فيك ان تقضي وقت طويل فيها تمام؟ لانه مثل ما انت ما فيك تجرحي الاهل وانت ما بتفهم مثلا بهذا الموضوع انت بتكوني عم تجرحي بس بخفف نقاش معهم هلقتاني شي بتجاربي انت لا تخبري اهدافك حتى احيانا لاهلك في احيانا نمط من الاهل ما بيدعمه احيانا في نمط الاهل بيشده لورا ما هتصبط معك ما هيمشي الحال حتى لو اهلك لا تقالي لون اهدافك اشتغلي عليها لحالك على ابن الشغلات كمان الكتير مهمة مع الاهل تعرفوا احيان تكوني ببيت في جو مشاكل جربي ما تدخلي بي هاي المشاكل يعني كان كتيري بيسألوني في خلافات لا تدخلي فيها طب اهلي طب اهلك طب اهلك بس انت حتفوتي فيها ما هتعملي غير شي انك تتأثري تصير طاقتك سلبي طب شو استفدتي لا ما ادخل بهذا النقاش لا اخذ طاقة سلبية ولا فت بهذا بهي المشاكل العائلية اللي بتكون كتير هل هاي بي موضوع الاهل هلأ بي موضوع مثلا مثل انت زمالة العمل شوفي غالبا مشكلة زمالة العمل او احيانا المدير غالبا بيعانوا منه الكيل ده يعني جا خلينا قول بعض المدراء او بعض زمالة العمل بيحبوا فكرة فرض الرأي انه انا الصح وانت الخطأ فغالبا إلا ترتاحي انت جاربي حسسي ان انت على صح في مرة شخص كانوا اتنين رفقات سألوا احد الاشخاص سألوا انت كيفك عايش سعاري قالوا كل ما احكي مع حدا او حدا يناقشني بقولوا انت صح قالوا بس هيك مو صح يعني يريح راسه زمالة العمل والمدير لا تريحي راسك منه انما بدون يحسسوك انو انا بفهم جاربي حسسي انو معاكها انو انت صح على العكس بيحبك بصير انو انت هو حدا بدي غزي الايجو عنده انو انا الصح وانا بفهم اكتر منك حسسي انو معاكها صح هيصير يحبك بالعكس وترتاحي بالناحية التانية شو من النق تبعه طيب حكينا كيفينا نتعامل مع الناس السلبيين فس في ناس ايجابيين بعد فترة بتلاقي بتصوروا سلبيين من كتر الاحاطة بهدول الاشخاص وقداش فعلا هنن موجودين بحياتهم ان كانوا بالشغل بالبيت هنن اهل كيفيني انا احمي طاقة الايجابية نوعا ما يعني احيانا في تصرفات فعلا لازم نكون فيها من اول ما نفيه لحتى فعلا نحمي هاي الطاقة الايجابية خلينا يكون عنا هاي الطاقة لنقدر فعلا نكمل النهار لان محيطك اذا ما رح لك مية بالمية سلبي بس سبعين بالمية من الاشخاص للأسف سلبيين طيب خلينا نتفق في قانون مهم بالطاقة الشخص الايجابي طاقته بتعادل 4000 شخص سلبي فإذا انا موجودة اليوم في حوالي 1000 حدا سلبي بأكدت ما هيقدر يأثر عليه مستحيل لهايك نحنا دائما لما بيجي حدا او من الاوائل الشغلات اللي نعلموا كيف يرفع منطاقته لانه بس مجرد ما رفعتي طاقتك وتعلمتي ترفع منطاقتك مستحيل شخص يأثر عليك طبعا هذا بده يمكن حلقة كاملة نحكي كيف ترفعي طاقتك وكيف تعملي هالأصاص بس خلينا نحكي مثل ما قلتي بعض الأصاص المهمة اللي لازم لما انت يكون حواليك ناس سلبيين كمان كيف تعمليه هلأ متلوا بتعرفي فيه شغلات نحنا منسميها مثل ما قلنا إذا كنتي بجو هيك بقعدة وناس حواليك مشان ما تبطلي تتأثر بهذه الأصاص فيه شي اسمه نحنا نسميه تسكير الهالي طبعا الغالب صار بيعرفة هي طريقة الجلوس إذا كنتوا قاعدين وحواليك نقاش وكله سلبي فهي طريقة الجلوس اللي معرفة كنتي تعمل هيك تسكري حتى ما تاخدي طاقة الأشخاص هلأ إذا كنتوا واقفين فكمان فيه طريقة تانية اللي هي سبكي يدين بها الطريقة كمان هي تسكري هالتك حتى ما تاخدي الطاقة بس الأقوة من هاي هي أفكارك ومشاعري هلأ شوفوا دائما العقل الباطن بيفهمك شو ما تقولي يعني بتقدري تبرمجي بالحكي اللي انت بتقوليه لما بتكوني بجو بيحاولي يبرمجوكي ان حكي سلبي والوضع سلبي وانت حدا متفائل من جوه وإيجابي دائما نحكيه مع حالك وانت واقفي معه انه أنا مالي علاقة بمشاعره هذا الحكي مع عقلك الباطن صدقوني العقل الباطن بيفهمك شو بتقليله إذا تركتي حالك عم تتاخدي بي حديثا هو بيتبرمج معه حتى بالليل لما تحطي راسك على مخدة دائما الناس تعملوا الجرد للنهار بتفكر بالاشياء السلبية لا تفكر بالاشياء مية بالمية تماما هايك متل ما أنا لما بتكوني هلا اول شي معهم اول شي اوحكي مع عقلك الباطن انه هاي افكارا إيلون وهي مشاعرا إيلون انا مالي علاقة بشأن انتي تبقي تحافظي على مشاعرك هالشغلات اللي لازم نعمله نحنا بقى بالبيت هي مهمتين اول ما فيه وقبل منا اول ما فيه كان الكل صار بيعرف فكرة التنفس العميق اللي هو بيفرغ الطاقة السلبية وبيشحنها إيجابيا فاول ما عم فيه ونحنا عتخذ مطلوب انه عشر دقايق عشر دقايق وتحطي ايديكي على بطنك وتاخدي نفس من انفك وتركزي على هالتنفس ليش على البطن؟ لانه التنفس العميق هو بيبلش من البطن بيمتلي البطن بعدين بتمتلي الريئتين طوال اما التنفس اللي بس بتاخديه من هون هاد اسمه تنفس سطحي لتنفس خاطئ فالصبح اول ما عتفي ايدك وانتي عتخذي لمدة عشر دقايق وانتي عم تركزي الشي اللي انت عم تعملي انت عم تفرغي اذا فيه اصلا شي ونفس وقت عم تشحني وانت عم تشرب كاسة مي كمان هي تعتبر شحن عظيم المي قبل ما تنام يتعملي نفس الوضعية انه كمان تعملي التنفس لمدة عشر دقايق الشي كمان تكوني عم تعملي اعضلات الجهاز العصبي اساسا اذا كعت متوترة خلال نهار فانتي كلما اخدت تنفس عميق عم ترتاح وترتخي وعم تكوني عم بتفرغي بتفرغي هيك اصلا الي بتعود على التنفس العميق بينام بشكل يعني فضيع بتكوني فرغتي وبتكوني ارتحتي فانتي اذا اخدت شي خلال نهار ما بقى خزنتي بتكوني ارتحتي منه تمام لانه غالبا انا هيك دائما بقلهم شغلة اذا بتكون بتحب صديقك لا تروح تحكي له مشكلتك لانه انت شو بتعمل اما تحكي له مشكلتك نقلت الطاقة من عندك لعنده لانه تروح بتحكي لصديقتك شو بتقولي حتى لو منحلكت المشكلة تقولي خير تحت هو ما نوعرفان انت بس نقلت الطاقة سلبيه لرفيقك وبعد يومين رفيقك بياكله مرتبة هاي كل القصة تمام اكيد يعني منحنا بدنا نقول كمان في بعض الاشخاص هنا بيحافزوا مثل نور حلو من الاشخاص اللي بيشجعوا بس احنا شو بنعمل هلا نحنا طاقتنا الايجابية هي بتوفقني على الرأي انا عمي بوس بنتي وبشي مريحتها بالليل وبنام والصبح حلو هاي ترفعي هرمونات السعادة على فترة 100% بس تطلع فيها فبعتقد هاي مصدر الطاقة والحياة ويمكن فرح نفس الشي حلو اكيد حلو كتير يكون عنا شي بيخلينا نشعر بالسعادة ما فينا ننكر ديما انو اليوم الظروف كتير صعبة ما بدنا ننفصل ابدا عن الواقع ونقول ابعد خينا نكون شوي واقعيين نحاول نلاقي اداة نقطة صغيرة بيضة نقسس علي حياة ونكمل باقي للنهار نليك شكرا اليك شكرا اليك شكرا اليك شكرا اليك شكرا اليك شكرا اليك